الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه الحلقة الثانية من مجموعة الدورات الحديثة في ميزان الشريعة الإسلامية ضمن دورة حماية المنهج حماية منهج السلف الصالح ونذكر بأبرز النقاط التي تقدمت في أنواع الدورات ومنها دورات نافعة ووسيلة لكسب الأجر وطريق لدخول الجنة كدورات العلم الشرعي وأيضاً دورات نافعة مفيدة في الحياة مباحة كالمتعلقة بالجوانب الإدارية من التخطيط ورسم الأهداف وإدارة الوقت واتخاذ القرار ومهارات التفاوض ونحو ذلك وأيضاً مما يتعلق بالأمور الاجتماعية كدورات تربية الأبناء وإقامة العلاقات والمحافظة عليها والتعامل مع الناس دورات تتعلق بالمهارات كفنون الحوار وطريقة القراءة النافعة ونحو ذلك وقلنا إنه لا بأس بسماع هذه الدورات والمشاركة فيها بشرط السلام العام في الملق لها والإطمئنان إلى صحة دينه وعقيدته وإذا كان غير مسلم فلا بأس من الاستفادة مما يطرحه بشرط أن يكون عند السامع ميزان شرعي يميز به بين الحق والباطل وكذلك وجود الحاجة لها وعدم الإنسياق وراء الأساليب الدعائية والإغراءات المهولة وإضاعة الأموال والنظر النقدية على ضوء الكتاب والسنة أن ننقذ ما نسمع على ضوء الكتاب والسنة وأن نعرض ما نسمع على هدي الآيات والأحاديث وكذلك أن لا يطرح السامع نفسه بين يدي ملقي هذه الدورات كالميت بين يدي المغسل وهو فعل الصوفية الذين ينادون بالاستسلام الكامل من المريد للشيخ مهما أخطأ الشيخ أو ظل وزاغ وانحرف وتكلم بالباطل وأيضا نبهنا على موضوع عدم الاغترار بالأسماء المبهرجة والتدقيق في المعاني فإن بعضها فيه تهويل وتضخيم وهو نوع من الكذب وقد يؤدي إلى الإصابة بأنواع من الغرور والعجب والاستغناء عن الله والافتقار إليه سبحانه وأن نتذكر مثلا عندما يكرر مصطلح الثقة بالنفس الثقة بالنفس الثقة بالنفس على سبيل المثال أنه لا يجوز شرعا الثقة بالنفس وإنما الثقة بالله تعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأن هذا لا يعني أن يكون الإنسان وجبانا خوارا نفسي مترددا لا رأي له ولا عزيمة ولا هم كلا بل إن من أعظم صفات النفس المؤمنة الهمة العالية التواقة للجنة والعزيمة الماضية والإقدام وعدم التردد إذا اتضح الحق والخير فإن فساد الرأي أن تتردد ولكن فرق بين الاعتماد على النفس أو الثقة بالنفس أكثر من الثقة بالله أو نسيان الثقة بالله سبحانه وتعالى فإن الإنسان إذا وكل إلى نفسه اغتر وضع وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده وذقته بنفسه وذكرنا نوعا آخر من الدورات وهو الدورات المصادمة للعقيدة والتوحيد الضارة بالدين إما لأنها تشتمل على تعليم ما يضر بالعقيدة عقيدة التوحيد كدورات تعلم السحر دورات تعلم الكهانة والعرافة أو الدورات المجتملة على أمور عقدية باطلة منافية للتوحيد كالدورات التي فيها اعتقاد النفع والضرب الأحجار التي يسمونها كريمة وتقديس هذه والاعتقادات الباطلة في الألوان ونحوها وقلنا الباطلة لأن هناك أشياء ممكن أن تكون صحيحة في الآثار النفسية للألوان كما سيأتي معنا إن شاء الله وسبق أيضا التحذير من دورات بيع الوهم كالدورات التي تقول كيف تحفظ القرآن في ثلاثة أيام كيف تحفظ القرآن في أسبوع أو في أسبوعين ونحو ذلك من دورات القراءة التصويرية التي فيها تضخيم وتهويل وإن كان فيها بعض ما يفيد فيها بعض ما يفيد ولكن إذا أخذت بالمعنى العام المطلق للعنوان فهي في الحقيقة كذب وزور وفي بعض الدورات ادعاء تحقيق قدرات خارقة للمشتركين فيها وهي أشياء أحيانا تنطلي فيها نوع من الإيهام والخداع كمشي على الجمر في أرض مبتلة ونحو ذلك من الظروف التي تهيأ للمشي عليه بحيث أن يقال أرأيت أنك تستطيع أن تفعل ما لم تكن تستطيع فعله قبل الدورة وفي الحقيقة لو أتي بهذا الجمر المتوقد على أرض أخرى أو بصفة أخرى لحترقت الأرجل من أرجل المدرب إلى أرجل البقية كذلك قلنا من أنواع بيع الوهم ما يقال مثلاً العلاج السرطان بذبذبات الأفكار والأحجار التي تجذب السعادة والثراء وقانون الجذب والعلاج بالطاقة المزعومة ودورات الكي والتشي والبرانا ونحوها وكذلك ما تشتمل عليه بعضها من استعمال اليوغا وغيرها والمغالاة ببعض العلوم التي قد يكون فيها شيء من الصحة كالقرافولوجي ولكن فيها أيضاً أشياء خطيرة والمشكلة في عدم التمييز والثقة بالجديد هذا أول مرة نسمع هذا الكلام وهذا علم ما كنا ندري عنه وهذا شيء ونحو ذلك وبعضهم يقول هذا فتح عظيم أو في الحقيقة أن الأمر ليس كذلك عند التحقيق العلمي وقلنا إن بعض ما في الدورات يقوم على شرك الأسباب وهو جعل ما ليس بسبب سبباً جعل ما ليس بسبب سبباً يعني شيء لم يجعله الله سبباً يجعل في الدور على أنه سبب وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل رواه أحمد وذكرنا بأن من أسباب الاندفاع والانسياق أحياناً وراء بعض الدورات الرغبة في علاج مرض مستعصي ما تمكن الطب من علاجه عند البعض مثلاً فيتجهون لمثل العلاج بالطاقة ونحوها وتكتشف بعد ذلك كما قلنا أن الطاقة عندهم إله يشفي مع أن الشافي هو الله وبعضهم يقنع من هو داخل في هذه الدورة بأن هناك كشوفات حديثة وتجارب حديثة وتوصل العلم الحديث واكتشف حديثاً ونحو ذلك والحقيقة أن حتى عند الكفار تكون القضية لا معتمدة ولا مؤكدة وليس عليها أدلة حقيقية حتى من علوم الدنيا المختبرية والتجاربية ونحو ذلك وذكرنا وجوب حماية منهج السلف ومسؤولية نحو هذا وحماية التوحيد وسد الذراع الموصلة إلى الشرك وقلنا أن بعض الناس تروج عليهم أباطيل بسبب عدم معرفتهم بالتوحيد أو جهلهم بالشرك وأن الجهل بالعقيدة قد أسهم بشكل كبير في ترويج انحرافات وتمرير هذه الانحرافات دون انتباه ومن غابت أركان العقيدة عنده بالجهل فقد غابت عنه حقائق الدنيا وإن عدم اتضاح أمور العقيدة وتعلم أمور التوحيد يؤدي إلى الارتماء في أحضان الثقافات الشرقية والغربية والأخذ منها دون أي دون أي تصفية ولا تنقية ولا توقف ولا تمحيص وإن المعرض عن الآيات أشد إثما من الجاهل المفرط في التعلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون أي لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبيّنها له ووضحها ثم تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها وقال تعالى وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا فمن صفات المصروفين عن آيات الله أنهم يحجبون عن طريق الخير والصلاح والهداية والرشاد والحق ويسلكون طريق الضلال والباطل والغواية والفساد والانحراف والشرك والاستغناء بهذه الدورات أو ببعض هذه الدورات عن الوحي وما فيه من الشفاء للأمراض النفسية والعضوية سيقود إلى كوارث وشقاء وجحيم نفسي ولا شك والله خلق النفوس ويعلم طبها وعلاجها سبحانه وتعالى وقد جعل لنا من الأسباب الشرعية ما هو شفاء كالقرآن والأدعية الصحيحة وجعل لنا من الأسباب الدنيوية ما هو مكام للأدوية أخبرنا عنها في الكتاب والسنة وهذا يوفر وقتا طويلا على البشرية وجهدا ومالا ووقتا عندما تعرف أن الحب السوداء والعسل والسنة والسنوت والعود الهندي والقصط البحري ونحو ذلك مكام للأدوية فيها شفاء للناس فينبغي أن تتوجه جهودهم وتجاربهم إليها لاستخراج ما فيها من الأشياء النافعة بدلا من التوجه إلى أشياء وهمية فيها ضياع الأوقات والأموال والجهود وكذلك جعل لنا سبحانه ما في الأرض خلق لكم ما في الأرض جميعا وجعل فيه فوائد لنا يجرب الناس التجارب ويستخرجون ويركبون المركبات وهذا المباح التداوي به مباح كما قال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله ولا تداووا بحرم وكذلك فإن الإنسان إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته في المشروع والإقبال عليه ولهذا تجد من أكثر من سماع الألحان مثلا تقل رغبته في سماع القرآن هذا أغلق عليه باب هذا وهذا لا يجتمع مع هذا حتى ربما كريهه ومن أكثر من السفر كما يقول ابن تيمية في اقضاء صلاة المستقيم إلى الأضرحة والمزارات زهد في حج بيت الله الحرام حتى لا يبقى لحج البيت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة قال ومن أدمن قصص الملوك وسيرهم لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذاك الاهتمام مثل مدمنين روايات ما يعود بعد ذلك عندهم لقصص الأنبياء كثير اهتمام وإقبال لا مانع من قراءة الروايات المباحة نعم ولكن ليس لدرجة الإدمان الذي يصرف عن قراءة قصص الأنبياء والصالحين والعلماء قال ابن تيمية ونظيره هذا كثير انتهى فلو لم يكن من مفاسد بعض الدورات إلا الصرف عن الشيء الشرعي لكفى بها وكذلك فإن بعض الناس قد يعاني من إحباطات موجودة بسبب تردي بعض الأوضاع الاقتصادية على سبيل المثال أو ضيق معيشته وقلة طرق التوظيف أو فرص التوظيف أمامه وكذلك رغبة البعض في الثراء السريع بلا تعب والهروب من الواقع ربما يدفعه من الإقبال على بعض الدورات كيف تحقق الثراء السريع؟ يوجد مرة أخرى دورات مفيدة وجيدة حتى اقتصادياً وتجارياً مثلاً دورات في طرق الاستثمار استثمار الأموال مفيدة جداً ولكن يوجد في دورات أخرى بيع الوهم كيف تصبح ثرياً في ثلاثة أيام؟ إيش حلوة تعليم النصب الاحتيار السريع الله جعله لكل شيء سببه وبعض الشباب يبحثون عن أي وسيلة يكتسبون بها عيشاً حتى لو كانت ضر أنا ترى أن بعضهم الآن يسافر من بعض البلدان في البحر ليغرق ويموت على أمل أن يصل إلى ساحل بلاد الثراء والغنى وبعضهم عنده ضعف في العقل فتروج عليه هذه الأشياء الوهمية وبعضهم ربما يقول لنجرب لا نخسر شيئاً لن نخسر شيئاً بينما قد يخسر أموراً في عقيدته وعقلي وهذه الدعايات البراقة واللامعة التي تبيع الوهم للشباب وتغريهم بتحقيق طموحات وأحلام مستحيلات أو ثراء سريعاً في أيام قليلة وأن فيها العلاج السحري كيف تصبح مليون نيراً في أقل من شهر كيف تستخدم قوة عقلك الباطن في تحقيق الثروة تمارين لجذب الثراء والنجاح عنوين أنت تملك صحتك ومرضك وسعادتك وشقائك ونجاحك وفشلك جرب لتنجح قال إبراهيم الخليل والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين بعض العناوين تسبب غروراً في النفس أطلق العملاق الذي بداخلك لكن لو قالوا مثلاً طور نفسك مثلاً هناك أشياء تزيد المهارة تزيد توجه القدرة عندك إرادة الله خلقك عليها توجه إرادتك نحو أمور نافعة في دورات مفيدة كيف تذاكر بالطريقة الصحيحة كيف تقرأ بالطريقة الصحيحة كيف تحفظ مثلاً ولكن بعض هذه الدورات فعلاً تدغدغ العواطف الاغترار بالنفس ويشعر الناس أن هناك حلاً سحرياً عاجلاً سيأتي من خلال حضور دورة أو دورتين وأن كل المشكلات ستحل وتحقق كل الآمال وكل الأحلام بفضل عقلك الباطن وتجري هذه الدورات على خلاف السنن والسنن التي جعلها الله في خلقه الله عز وجل له سنن في الكون سنن في الحياة سنن في الخلق في مقدمات لها نتائج فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ليس العادة لا تمطر السماء ذهباً ولا فضة تعمل تنال من زرع حصد هذه سنن أما قضية العقل الباطن والجذب وإغلق عينيك وتخيل وردد عشرين مرة وخمسين مرة ومئة مرة سأصبح غنياً سأصبح غنياً سأصبح غنياً كلام فارغ ممجوج سخيف لا يوافق لا فطرة ولا عقلاً ولا شرعاً يقولون فلان الفلانية خبيرة في أسرار النية والثراء قد نقول في خبيرة اقتصادية تعرف في تنمية أموال الاستثمار ماشي لكن أسرار النية ومن الذي يعلم الباطن إلا الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ثم تقول تابينغ النقر للحصول على المال مختصة في النقر للحصول على المال وتقول أنا خبيرة بالنقر لجذب خمسين ألف دولار النقر بالنقر هكذا ليته نقر على أزرار جهاز من خلاله يمكن إنتاج تصاميم إلكترونية تباع بمال لا لا يقصدون هذا النقر وإلا لقلنا إنه سبب يؤدي إلى نتيجة لكن أبداً مجرد نقرات نقرات كيف تجذب الثراء بالنقر أي وهم وسخافة هذه التي تروج على بعض العقول هل وسات وتخاريف لجذب المال إلى حسابك قانون الجذب ستتمكن من جذب خمسين ألف دولار يمكنك أن تزيد السحب من حساب قانون الجذب وتقدر المبلغ الذي تريده هكذا يعلمون الناس في بعض الدورات يقول جوزيف ميرفي لماذا تقنع بما يكفيك لتحيا في الوقت الذي تستطيع أن تتمتع بثروات عقلك الباطن إن طموحك في أن تكون غنياً هو طموح من أجل حياة أكثر سعادة وروعة وليس عيباً ولا حراماً أن يتمنى الإنسان أن يكون فرياً وأن يسعى لأن يكون فرياً ولكن الطريقة التي يزعمون أنه سيصبح بها فرياً هو الوهم الذي يبع تغمض عينيك وتردد عشرين مرة ماذا يسمى هذا؟ هذا يجرب رزقاً عند الله؟ تغمض عينيك وتردد مئة مرة هذا من سنن الله في الحياة والكون تنقر مئة نقرة ولا مئتين نقرة هذا يأتي بالرزق هكذا أخبر الله عباده في أي كتاب في أي آية أو في أي حديث قل بيع واشتري تحقق صفقة تشتري بأقل وتبيع بأكثر هذا عقل قل ازرع واحصد قل ابني وأجر قل استخرج معادن قل سوق وخذ أجر أجر التسويق هذا عقل هذه أسباب الله عز وجل جعلها في الحياة تنتج مقدمات لها نتائج لكن بالنقر وإغماض العينين والعقل الباطن استدعاء العقل الباطن والجذب جذب ماذا؟ جذب ماذا؟ إنها الجذبة الجذبة التي فيها خبل قانون الجذب هذا جذبة وخبل وليس له أي علاقة بما أنزله الله وما جعله في الأرض انظر إليه الدجال دجال من الدجاجل في العالم العربي يروج لهؤلاء الشباب المساكين ويقول كرر في نفسك لمدة خمس دقائق ثلاث أو أربع مرات يوميا كلمات ثروة نجاح ثروة نجاح ثروة نجاح فإن لهذه الكلمات قوة هائلة وهي تمثل القوة الداخلية لعقلك الباطن بالله عليكم هل هل هذا يوافق العقل الظاهر حتى نصل العقل الباطن هل العقل الظاهر يرضى بهذا يقبل هذا يقول هذا الدجال اربط عقلك بهذه القوة الجوهرية التي بداخلك وعندئذ سوف تظهر في حياتك الظروف والأحوال الملائمة لطبيعتك وعندما تقول إنني غني إنني غني إنني غني إنك تمتلك قوة حقيقية بداخلك طبعا هو لا يقول يعني إن المؤمن غني بقلبه وغنى القلب لا 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 أنت تقول أنني أنت لو ما عندك الآن ما عندك إلا مية ولا ما عندك ولا شيء ولا بالنائص الرصيب بالسالب ما عليك إلا أن تكرر إنني غني إنني غني إنني غني لتجتذب فرص من وين من أين يقول بعقلك الباطن تجتذب من القدر من الكون تجتذب فرصا وهم دجل كذب إنك تمتلك قوة حقيقية بداخلك فإذا كررت الكلام ستجتذب الفرص وإن الشعور بالغنى سوف يتفجر بداخلك طالما ظلت فكرة الغنى تدور في عقلك ويقول عندما تذهب للنوم ليلا عليك بممارسة الطريقة التالية كرر كلمة غنى بهدوء وسهولة وإحساس بها افعل ذلك أكثر من مرة مثل أغنية قبل النوم التي تكرر عدة مرات وسوف تدهشك النتائج حيث ستجد أن الثروة تتدفق إليك شوف كيف يضحكون على الناس كيف يروجون كتجد الثروة تتدفق إليك هذا الآن الذي ذكره الله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه امشوا في مناكبها خلق لكم ما في الأرض جميعا هل خلق لكم ما في الأرض جميعا تذهب للصيد البري وإلى البحري تكسب رزقا بالصيد تزرع تحصد تستخرج معدن تعمل تؤجر نفسك إن خير من استأجرت القوي الأمين لكن قبل النوم تغلق عينيك وتكرر وسوف تأتي الثروة وتتدفق عليك وهكذا يضحكون على الشاب المساكين بهذه الخطوات برمج عقلك الباطن وحدد هدفك وأغمض عينيك وتخيل نفسك وستأتي الثروة ردد في داخلك بقوة وثقة أنا أستطيع أنا أستطيع أنا أستطيع أنا أستطيع أنا أستطيع والله يغني عن هذا الكلام وهذا الهراء أن تؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز احرص على ما ينفعك واستعن بالله ما قال ثق بنفسك ثق بنفسك ثق بنفسك ثق بنفسك توقع نفسك اعتمد على نفسك لا اعتمد على الله ولكن ابذل السبب احرص على ما ينفعك احرص على ما ينفعك ابذل السبب واستعم بالله ولا تعجز والله لو علموا الناس معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل العجز عدم القدرة أصلا والكسل عدم الهمة في قدرة لكن ما في انبعاث عالج الناس عالج في الناس ضعف الهمة ارفع من همتهم قل له تعمل لأن يحتطب أحدكم ويذهب ببيع الحطب لأن يأخذ حبلا فيحتطب خير الله من أن يسأل الناس ويتكفف الناس الان إذا إلى البراري اجمع الحطب في أماكن فيها حطب اجمع الحطب وبيع الحطب وسيل الكسب المال ويذهب إلى البحر ويذهب إلى البحر واستخدم أدوات الصيد واستخرج سمكا وبيعه خلق لكم ما في البر وفي البحر لكن بهذه الطريقة أمر عجيب افتح عينيك وأنت مبتسم وتأكد أن حلمك سيتحقق يعني شوف يعلم الناس كيف إذا ينام ويغمض عينيه ويكرر ومع العقل الباطن وستأتي الثروة أي تربية هذه وتخدير للشباب بدل ما يقول له تعلم صنعة أدرس تخصصا لو تعلمت التصاميم الإلكترونية لو تعلمت البرمجة في دورات برمجة مفيدة ببرمجة الحاسب الآلي وليس ببرمجة العقل الباطن ما حال الشباب الذين غابت عنهم كثير من أصول العقيدة وأعرضوا عن تعلمها هوهم في مطحنة الحياة اليومية وضيق المعاش وهو يريد أن يسدد فاتورة الكهرباء والجوال وإيجار الشقة البيت السكن ويريد الطعام واللباس وإجرة كي الملابس وغسيلها توجه إلى يغمض عينيه ويردد كلمات يقول بعضهم إذا كنت تواجه صعوبات مالية أو تسعى لتحقيق أهدافك فإن ذلك يعني أنك لم تقنع عقلك الباطن أنه سيكون لديه الكثير ثم إن بعض هؤلاء يستدل على باطله يقول ما يوجد الآن أثرياء في العالم تجيهم ثروات كثيرة بعمل قليل فنقول ومن قال إن هؤلاء الأثرياء الذين يأتيهم مال كثير بعمل قليل يغمضون أعينهم ويستعينون بالعقل الباطن ويرددون كلمات جاءتهم الثروة عن هذا الطريق لا جعل الله سببا مثلا مات قريبه الثريف وريف منه هذا قدر من الله ما هو يتمتم كلمات يغمض عينيه بعقل الباطن ممكن تأتي ثروة غير متوقعة لكن كم نسبة هذا أكثر الأثرياء في العالم ماذا كانوا ما كانوا أصلا مكافحين لو تقرأ قصص الثراء ماذا كان نحن نفهم أن ابن واحد ثري يموت أبوه فيرث الثروة مفهومة يفهومة يفهومة بطريق الميراث لكن ليس بطريق الدجل والخرافة حتى الذين يشتركون في مكاسب محرمة اشتغلوا اشتغلوا يعني حتى الذين يأخذون الرشوة ويسرقون حتى الحرامي يشتغل الحرامي يشتغل يتسور البيت ويكسر القفل يعني ما تجي الثروة كذا حرامي يسرق بعقله الباطن لا يروح فيه شغل يزور مفتاح قفل بصمة فيها شغل يقفز يراقب المكان يعني حتى حتى الأشياء المحرمة حتى المكاسب المحرمة يقول أحدهم لا تصدق مقولة إن ثروة لا تتحقق إلا بالعرق والجهد إن الأمر ليس بهذه الطريقة أجل بأي طريقة يقول إن أفضل وسيلة هي تلك التي لا تفذل فيها أي مجهود يعني يربون الشباب على ماذا أفضل طرق الكسبة التي لا تفذل فيها أي مجهود يعني مثل إيش مثل لا تفذل فيه أي مجهود هذه الطرق التي تلغي الأسباب الشرعية وتلغي الجهد البشري وتنسب الرزق لأوهام وتخاريف وذبذبات هذه منافية لما جاء به الشرع إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده وقد قال سبحانه عن قانون وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا لا تنسى نصيبك من الدنيا تقوم على زراعة تقوم على تجارة تقوم على صناعة وليس على وهم وإذا كان بعض الأنبياء نجارا وبعضهم كان حداذا يوسف ويعني داود عليه السلام وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدِ أَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِي وَاعْمَلُوا أَلَى دَاوِيدٍ ويوسف أدار البلاد بخبرته وما علمه الله من حسن الإدارة تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سنبوله إلا قليلا كله زراعة وتخزين واقتصاد وحسن توزيع وتحصنون شغل وضع خطة فيها عمل تزرعون سبع سنين دأبا 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 شغل دأبا وهو كما يقول هذا المخرف أفضل وسيلة هي تلك التي لا تبذل فيها أي مجهود والرزق مكتوب قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي يعني في نفسي أوحى إلي وحيا خفيفا أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته كما أن الجنة لا تنال بالأمان كذلك الدنيا لا تنال بالأمان الدنيا لا تنال بالأمان التاجر الذي عنده ثروة كبيرة ما أصبح بين يوم وليلة في الغالب مليونيراً بدأ من الصفر ومن تحت الصفر وسافر وتعب وتاجر وعانى وتعرض لأنواع من الغش والخداع والنصب والاحتيال وكسب خبرة وعرف الشيء الذي يفيد أكثر وينفع أكثر ويربح أكثر وشاب رأسه دنوت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وشدوا دونه الأزر وساوروا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من وفى ومن صبر لا تحسب المجد تمراً أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبراً والأماني دضاعة المفاليس والأوهام تقود إلى الفشل ذكروا أن رجلاً كان له سمن في جرة معلق على سريره ففكر يوماً وهو مطجع على سريره وبيده عكاز فقال أبيع الجرة بعشر الدراهم فأشتري بها خمس أعنز فأولدهن في كل سنة مرتين حتى تبلغ ثمانين وأبيعهن فأبتاع بكل عشرة بقرة ثم ينمو المال بيدي فأبتاع العبيد والإماء ويولد لي ولد فآخذ به بالأدب فإن عصاني ضربته بهذه العصة فأصاب الجرة فانكسرتهم صب السمن على وجه ورأسه لك على الأقل هذا عنده جرة سمن وعنده خطة تخيل يعني يبيع ويشتري ما قال عقل الباطل أنا ثري أنا ثري أنا ثري أنا غني أنا غني يعني هذا جنون ومما يدل على كذبهم في تحقيق النجاحات السريعة في هذه الدورات أن بعض المدربين في دورات يقول كيف تحفظ القرآن في أسبوعين هو نفسه لا يحفظ جزء عمه هو نفسه يعني هو اللي يقدم الدورة ما تقول له أنت حفظته في أسبوعين تعال نجي لك اختباراً تعال نجي لك اختباراً في الحفظ كيف تحفظ القرآن في أسبوعين يعني أنتوا هتفهموا أكثر من الإمام البخاري مثلاً يعني أنتوا الآن هتتوصلوا إلى يعني طرق في الحفظ معرفها لا الصحابة ولا التابعون ولا السلف ولا لإم الأربعة ولا كبار المحدثين في الأمة حتحفظوا القرآن في أسبوعين وصحيحة البخاري في أسبوع مسند أحمد كم عشر أيام قراءة تصويري يقولين طبعاً فحقلك في الباطن وبعدين تيجي تستدعي فيجي المشكلة تيجي تسوي كل الحركات وبعدين تيجي تستدعي ما يجي شوف لا بد أن يبقى عندنا هامش ونسبة أنه في بعض الأشياء الصحيحة في بعض الدورات مثلاً ما يقول لك مثلاً اربط الأشياء ببعض مثلاً اربط هذه بهذه ماشي مقبولة يعني من طرق الحفظ من طرق أنك تثبتها في رأسك في ذهنك استعمال مثلاً الربط بين الأشياء مفهومة صحيح ما هو غرض لكن شوف بالله لو طلعت ونزلت وشرقت وغربت وأتيت وأقبلت وأدبرت ماذا ستخترع طريقة في الحفظ غير التكرار الذي عرفه الأولون والآخرون ولا إمته والكبار غير التكرار وعينك وعينك وأذنك يعني ثلاث حواس أو ثلاث آلات يثبت الحفظ أكثر ماشي قل أي يعني قل شيئاً يعني صحيحاً هذا واضح لا مالك كانوا مثلاً بعض الشناقطة في الحفظ يقول أنت تريد أن تحفظ مثلاً صفحة من القرآن مثلاً صفحتين متن معين مقدار من متن صفحة عشرين بيت من متن معين عشرين بيت كرره بعد أذكار كل صلاة عشرين مرة كم صلاة في اليوم خمسة كم مرة نتيجة التكرار في نهاية اليوم مئة مرة يثبت خلاص يثبت لكن يعني طيب مر على الكتاب بسرعة في فائدة نعم في فائدة ستأخذ فكرة عامة نعم ستأخذ فكرة عامة كما أني أمر على الفهرس الكتاب قلب الصفحات كذا هأخذ فكرة عن الكتاب لكن تقولي أن هذا التقليب سيطبع في العقل الباطن طباعةً تستحضر بعد ذلك بطريق معينة إغماض العينين لا تكذبوا على عباد الله لا تكذبوا على عباد الله ويعني فيه الآن أيضاً دراسة وامتحانات وفيه طلاب عندهم مناهج وفيه مدارس وكليات فيه ناس بها تذاكر وتنجح كذلك التلاعب بحب الطموح من أسباب رواج بعض الأباطيل فالنابغون يشعرون من أنفسهم أنهم يمتلكون قدرات عقلية فذة يتمتعون بهم ولديهم أمل في الوصول لمراتب مرتفعة وكل هذا لا حرج فيه اطلاقاً لكن له أصول له ضوابط له مفاتيح له أسباب وعندما يدعى يعني تدغدغ عطفة الشاب أنه عندنا قواعد طرق تعزز ذكائك وتقومه وتجعلك تفعل وتفعل وتحقق وتصل وتتمكن لكن بالله لما تجي في دورة ويقول في هذه الدورة تركيب ملفات المال والثروة في عقلك الباطل أنا حركب لك مدرب يقول أنا حركب لك ملفات الثروة والمال في عقلك الباطل يعني أنت ماذربورد وأنا حجيب الشيبس هذه وأركبها لك في الماذربورد أجيب أنا هذه لوحة لوحة التحكم وأركب لك لوحة التحكم تبعك أركب لك أشياء كذا أيقونات أركب لك فيها أشياء إلكترونية تجيب لك الثروة إيش يعني أنت خلقته وبعدين هذا قدر هذا الله عز وجل يرزق يخلق لست أنت الذي تخلق الله الذي يخلق في نفسه ما يشاء أنت تعلمه لكن لا تخلق في نفسه أنت لا تخلق في نفسه علمه دربه وجهه أرشده حمسه يقول جوزف ميرفي أعرف مسؤولاً عطيبه ضخم جداً قام هذا المسؤول برحلة بحرية استغرقت تسعة شهور لمشاهدة الأماكن الجميلة في العالم وأخبرني أنه نجح في إقناع عقله أنه يستحق كل هذه الأموال وقال لي أنه في المؤسسة التي يعمل بها وناس يحصلون على مئة دولار أسبوعياً بالرغم من أنهم يعرفون أكثر منه في العمل ولديهم مهارة أفضل ولكن ما عندهم الطموح والأفكار المبدعة ولم يكن لديهم الاهتمام بعجائب ومعجزات العقل الباطل شوف نحن نؤمن أنه في ناس مرزوقين أكثر من الناس في ناس أغنى من الناس ونؤمن أن الرزق ما هو دائماً على قدر الذكاء ممكن يكون صاحب الشركة ومالك المؤسسة أقل ذكاءً من بعض الموظفين وماله أكثر منهم هذه قسمة نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وليس السبب أنه صاحب المؤسسة وصاحب الشركة يؤمن بمعجزات العقل الباطن وهذا الموظف الذي هو أذكى منه لا يؤمن بمعجزات العقل الباطن وأن هذا السبب أنه هو أثر منه هذا كلام باطل هذا كلام فارغ الأصل أنك تبيع أكثر تحصل على مال أكثر يوجد بعض الناس يبذل جهداً أقل يطلع مال أكثر وبمكالمة واحدة يبيع صفقة بالملايين وذاك يشتغل في سيارة الأجرى من الصباح إلى الليل وما يطلع ولا عشر معشاره نعم الله هدى هذا لخبرة في بيع الأراضي وهذا أكسبه دخولاً في مجال العقار يحصل على ملايين بصفقات تتم بالجوال بس ترى في سبب طبعاً خبرة اتصال علاقات علاقات مثل ما يقولون التجارة 70% علاقات و30% راس مال العلاقات هذه أضعاً ما تيجي كذا تولد مع الإنسان بطن أمه العلاقات يكونها الإنسان يتعب يكونها علاقات هذه مفهومة لكن ما لا علاقة بقضية عجاء الإيمان بمعجزات العقل الباطن ما لا علاقة بقضية أغمض عينيك وكرر أنا ثري أنا ثري أنا ثري ما لا علاقة صارت مسألة سوق التدريب التي فيها كثير من الغثاء هذا ما تحتاج إلى أكثر من استئجار قاعة وإعلان في جريدة وعلى الراغبين في التسجيل ادفع كذا في الحساب الفلاني لكن أي هذه التي لا تصادم الشرع وفيها فائدة حقيقية فعلاً على الأقل تساوي المبلغ المدفوع صار انتشار الأفكار وترويج الأشياء سهلاً جداً بهذا العالم التقني والتكنولوجيا الموجودة وانتشرت في المواقع وشبكات التواصل والقنوات انتشر أشياء كثيرة من هذه الإعلانات إعلانات دعايات تبيع وهماً وتخرب عقيدةً في بعض الأحيان فإذا صادفت قلوب خاوية من الإيمان أو نفوس جاهلة بالعلم الذي أنزله الله أو عقول ضعيفة تقبل أن تنخدع وتنجر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً خالياً فتمكنه المفترض أن تستخدم التقنيات والإعلانات في الدعاية للمفيد الدعاية للمفيد أما استغلال الانفتاح والتقنيات في ترويج الشرك والبدعة والباطل والخرافة والدجل والشعوذة هذه مصيبة ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار استعملوا هذه الأشياء في إفساد عقائد الناس وخداع عباد الله ونهب أموالهم طبعاً أحياناً نجد من أسباب انتشار مثل هذه الأشياء ورواجها الفضول تطلع بعض الناس للمجهول هذا نريد أن نعرف مثل قضية الآن المؤمن يعرف أنه لا يعلم الغيب إلا الله قطعاً طب ليش يذهب بعض الناس إلى قراء الكف ليش؟ ليش يتصلون على العرافين في القنوات؟ ليش يذهب إلى كرة الكريستال؟ ليه؟ يقول أنا آب عندي فضول أبو أعرف المستقبل أبو أعرف إيش رح يصير لي أنا أبو أعرف إيش رح يصير لي فأحياناً طيب الفضول ومعرفة محبة تطلع إلى معرفة الشيء يجب أن لا يقود إلى انحراف عقدي مثل تطلع إلى معرفة الغيب بالذهب إلى العرافين طيب ما هو القول في الدورات التي تقوم على أشياء متعمقة في الروح؟ وقد قال الله تعالى ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلمي إلا قليل وفي دورات كذا تفصل لك في الروح تفصيلات من وين أتيتم بها؟ الله اختص بها أنتم من أين أتيتم بها؟ يعني إيش؟ يعني ستعلمون ما اختص الله بعلمه؟ ما اختص الله بعلمه؟ ليس العيب أن نتعلم أشياء صحيحة لا نعرفها ليس العيب أن نتطلع إلى إزالة الجهالة عن أنفسنا ليس العيب أن نشبع غريزة التعرف على الأمور الجديدة لكن الخطر كل الخطر أن نساق إلى التعرف على أوهام أو أباطين أو أشياء لا يعلمها إلا الله لا سبيل إلى معرفتها أصلا ولذلك لازم نكر أنفسنا دائماً بقضية الاستمساك بالوحي فاستمسك بالذي أوحي إليك أنك على صراط مستقيم وأن هذا صراط مستقيماً فاتبعوه ولا تتبع سبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم تتقون أبن مسعود رضي الله عنه روى حديث خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيماً ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يندعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراط مستقيماً فاتبعوه ولا تتبع السبل روى الإمام أحمد وهو حديث حسن سأل رجل ابن مسعود رضي الله عنه عن الصراط المستقيم فقال تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدنى وطرفه في الجلة وعن يمينه جواد طرق جمع جادة وعن يساره جواد وثم رجال يعني هناك رجال يدعون من مر بهم فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار يقول مسعود ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة ثم قرأ هذه الآية وأن هذا صراط مستقيماً فاتبعوه تفسير الطبري وعمر رضي الله عنه لما أصاب كتاباً من كتب أهل الكتاب فقرأه النبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب يعني متحيرون فيما أتيتكم به حتى تلجأوا إلى غيركم إلى غيره أنتم متحيرون فيه حتى تلجأوا إلى غيره أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطن فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني رواه الإمام أحمد فهل يعقل ويستقيم أن تقبل هذه الأباطيل ومن أسباب الرواج أيضاً ومن أنواع الخداع ادعاء الأسلمة لعلوم الدورات هذه الباطلة وعبارة عن طلاء 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 بوية وصاحب الباطل إذا أراد ترويجه جعل عليه طبقة دهان سوّغه بشيء من الحق ليدخل به يقولون أسلمة ما هي الأسلمة؟ إيش الأسلمة؟ الأسلمة أن تأتي إلى طعام محرم تكتب عليه برّ حلال هذه أسلمة؟ تأتي إلى شيء محرم تكتب عليه من برّ موافق للشريعة الإسلامية هذه أسلمة؟ تأتي إلى رسالة باطلة تكتب فوق بسم الله الرحمن الرحيم هذه أسلمة؟ تلقي كلاماً باطل تفتتحه بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذه أسلمة؟ تعمل عملية قص لسق في شيء ما لا علاقة فتأتي بأحاديث آيات ما لا علاقة بالموضوع وربما تضاده وتقول الكلام ثم تقول وقد قال الله تعالى وهذه أسلمة الباطل المحض لا يشتبه على أحد لكن إذا جعل معه آية وحديث تمشي على الضعفة والجهلة وهذا هو التلبيس ولماذا كانت الشبهة أو سميت الشبهة شبهة؟ لأن تشتبه يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون قال سبحانه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون قال ابن عباس لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب النبي عليه الصلاة والسلام سأله ناس عن الكهان قال إنهم ليسوا بشيء ليسوا بشيء نسفهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكونوا حقا يعني هذه قضية مشاهدة أن بعض الكهان يقول سيحدث كذا وفعلا يحدث طيب كيف ليسوا بشيء إذا كان ما يقولونه يحدث أحيانا يعني يحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن هؤلاء يركب بعضهم فوق بعض حتى يحاولوا استراق السمع من السماء استراق السمع فإذا لقطت كلمة التقط كلمة مثلا مما تتكلم به الملائكة عن أوامر الله أن يفعلوا كذا في مكان كذا أو لفلان كذا فيلقيها إلى من هو أسفل منه طبعا سيتبعه شهاب ثاقب فيحرقه من نار فيحرقه فإذا وصلت الكلمة لمن تحته لمن تحته يعني ألقى الكلمة قبل أن يحترق وصلت إلى الكاهن في الأرض عبر هؤلاء الشياطين الذين يسترقون لإضلال الناس طبعا هذا شغل جهد يعمل به شياطين الجن مع شياطين الإنس فقال عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيقرقرها يعني يرددها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة شبه لنا طريقة الإلقاء من الجن للإنس بقرقرة الدجاجة شفت قرقرة الدجاجة يعني صوت غامض ما هو صوت غامض هذا قرقرة الدجاجة قال تلك الكلمة الحديث البخاري ومسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيقرقرها في أذن وليه يعني الإنس كقرقرة الدجاجة يعني يكررها ويرددها كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من مئة كذبة فيخلطون فيها أكثر من مئة كذبة طيب الكاهن اللي في الأرض هذا يخلط معها ويخبر الناس سيقع في مكان كذا وكذا سيقع في مكان كذا كذا سيزوك كذا مدريب سيقع في مكان حرب كذا وصال كذا موت فلان كذا ولا كذا يخبر فتسعة وتسعين في المئة من كلامه باطل وكذب وما يصير واحد في المئة يقع فلا يذكر الناس إلا الواحد في المئة ويقولون قال لنا وحصل على الواحد في المئة والكذبات الأخرى كلها ما تذكر ولا تيجى ولا يجيب سيرتها الآن مسألة ما يسمى بأسلمة الدورات لو كان لو كان حذف الباطل وإبقاء الحق إبقاء المفيد وينظر هل دل الكتاب والسنة على شيء منه حقيقة يعني اتلالة صحيحة فيؤتى به لقلنا والله نعمل أسلم لقد حذفوا ما يخالف الدين وأتوا بعلم شرعي بأدل من الكتاب والسنة توافق ما هو موجود من الحق وقدموه لنا ونعم ونعم ما يفعلوا جزاهم الله وخيرهم أثابهم الله نقوها ونخلوها وشذبوها وهذبوها وأبعدوا الباطل منها ونظروا فيما يوافق الكتاب والسنة منها فاعتمدوه وأبقوه ونقلوه وعلموه وجعلوه في الدورة والكراس والكتب لقلنا أثابهم الله لقد قاموا بما يجب إن بغي القيام به الحكمة ضالة المؤمن خذ الحق ولو من كافر خذ المفيد ولو من فاجر خذ لكن بعجره وبجره وحقه وباطله وضلاله وخطأه وصوابه خلط ثم تركب عليها كم آية وكم حديث خلاص أسلمناها يقول الدكتور الشيخ عبد العزيز النغيمشي أستاذ علم النفس من الأفاضل إن بعض من تصدى لهذه البرامج في مجتمعنا إما شرعيون أو لهم خلفية شرعية فصاروا حجة وأصبح الناس ينظرون للبرمجة هذه على أن أمر يدعو إليه أهل الصلاح يعني المشكلة دخول لحى في الموضوع لكن ما قامت بالواجب الشرعي بل لبست على الناس لبست على الناس شوف مثال على هذا الكلام يقول أحدهم أحد هؤلاء الضلال في مقدمة كتاب علم الطاقات التسعة علم الطاقات التسع ميتشو كوشي وإدوارد إسكو يقول إن علم الطاقة بتأثيري على الحياة البشرية لا يعد تنجيماً أو علماً بالغيب فلا يعلم الغيب إلا الله ولكن شفت ولكن هذه حطعتها خطوط لأن الباطل كثيراً ما يأتي من وراء كلمة ولكن لأنه الآن يقدم بمقدمة أول ما يسمعها المسلم من بسط ويرتاح يقول إن علم الطاقة بتأثيري على الحياة البشرية لا يعد تنجيماً أو علماً بالغيب فلا يعلم الغيب إلا الله إيش هذه الكلمة فلا يعلم الغيب إلا الله هذه إبرة التخدير لأنه كلمة صحيحة ولكن خذ بعدها ولكن معرفة التوقعات الناجمة عن تأثير الطاقة الموجودة في الكون على حياتنا اليومية مثل توقع الطقس والأحوال الجوية يا أبن الحلال الطقس والأحوال الجوية يعني فيه شيء اسمه سحب والسحب أنواع طبعاً فيه دراسة فيه شيء مرئي فيه سحب لها أنواع وفيه رياح وفيه اتجاه الرياح وفيه سرعة الرياح يعني فيه عوامل فيه عوامل جوية ما هو الهالة التأثيرية والطاقة لا ترى إيش تبقى تقيس هذه على هذه يقول أن علم الطاقة بتأثيري عن حياة البشرية لا يعد تنجيماً أو علماً بالغيب فلا عن غيب إلا الله ولكن معرفة التوقعات الناجمة عن تأثير الطاقة الموجودة في الكون على حياتنا اليومية مثل توقع الطقس والأحوال الجوية لا يعد تنجيماً الطقس والأحوال الجوية مبني على دراسات ومع ذلك طبعاً يقولون مثلاً أحياناً سينزل مطر وما ينزل وأحياناً يقول منزل مطر غزيله ويطلع قليل وبعد يقولوا قليل ويطلع كثير مم هذا وارد توقعات هذا علم الأرصاد الجوية علم مفيد لأنه أحياناً يصبح فيه انذارات من إيش من فيضانات يعني الناس يأخذوا احتياطات طبعاً أحياناً يكلفوا الناس يعني يقولوا ويسأخذوا متوقع والناس يأخذوا احتياطات بعد ما يصير شيء فاحتياطات أيضاً لها تكلفة لكن على أي حال علم الأرصاد الصحيح مفيد وممكن ينقذ البلد من كوارث بس فيه شيء حقيقي يعني فيه سحب فيه رياح فيه سرعة فيه قواني يعني فيه صور الأقمار الصناء الأقمار الفضائية صح ولا لا صور صور شوف شيء بعينك شوف صور الأقمار الصناعية شلون ماشية الاتجاه شوف تحلل تحليل صور الأقمار الفضائية هذا شيء مادي أم لأت هذا يقول شو فطاقة النهار الصاعدة تمدنا بالنشاط والقوة بالعمل وإنما طاقة الليل وهي انحدارية لا تجعلنا نعمل تجعلنا أميلا الهدو يا أبي حلال خلاص الله عز وجل قال أنه جعل الليل يباساً جعل النهار معاشاً خلاص يعني هو الله سبحانه الله ما يحتاج لها يعني أنت يعني حتى وبعد ذلك خذ الطاقة وأثرها على السعادة وعلى الشقاء وعلى الصحة وعلى المرض شلون يعني يا أخي المرض هي لو قل بكتيريا نفهم فيروسات نفهم جرافي نفهم أشياء مختبرية نراها بالمايكروسكوبات لكن تأتي تقول الطاقة الكونية التي يغهذ منها أنك ستصاب بالمرض الفلاني وأنك تستمد من الطاقة الكونية الشفاء من المرض الفلاني قل مضاد حيوي قل دواء نفهم يعني في وسائل خذ الشيء اعمل حط أكيا كمادات ماء ساخن ماء بارد ضماد جبيرة حط خذ دواء سوي أحني أفي أسباب أما أغلض عينيك واستمد من الطاقة الكونية ما يشفيك من مرضك والله هو الشافي أصلا يعني حتى هذه لو فرضنا الدواء ما يشفي والطبيب ما يشفي ولا يجوز أن يقال الطبيب يشفي لا يشفي إلا الله الطبيب يعالج الدواء سبب الدواء سبب بس فالتلبيس والتضليل على المسلمين وتشبيه موضوع الطاقة بخضية التقص لأحوال الجوية وبعدين لحظوا أن كلمة الطاقة كلمة يعني علمية فهم من تلبيسهم وتضليلهم يستعملوا كلمات علمية في الفيزياء كلمات علمية في الكيميا كلمات علمية في الجيولوجيا في الفلك للتلبيس على الناس وثم أن المسألة عند هؤلاء ما تعتمد على أمور حسية بقدر ما تعتمد على أباطيل فلسفية شرقية لا تستند إلى حس ولا عقل ولا تجارب حقيقية أشياء مثبتة علميا ثم يقولون تأثير الكواكب على نفوس الناس وتأثير النجم الفلاني على نفوس الناس وتأثيره عليك في الرزق والصحة والمرض والسعادة والشقاء والاكتئاب والانبساط والسرور والفرح والحزن كل هذا جابوه من وين من النجوم من الكواكب فيه إثبات على هذا الكلام فيه شيء من القرآن والسنة دل على هذا الكلام حتى الكفر فيه أهيئات معتمدة دولية أثبتت هذا الكلام هم يقولون التطبيقات المعاصرة لفلسفة الاستشفاء الشرقية وهكذا بدل يعني يروح يشوف كلمة الطبيعة شيء لا يحط الله يقول أسلمنا الموضوع طب وإذا كانت يعني إذا كان ما بعده أو ما قبله من الكلام باطل وقد يأتي بعض المترجمين بكلمة إن شاء الله أو بإذن الله ويظن أنه حل المشكلة أو يأتي ببعض الأداب الإسلامية أو الآيات أو الأحاديث أو أقوال العلماء مسلمين ويستشهد بكلمات لبعض السلف ويظن أنه حل المشكلة وهناك مقال مهم اسمه خدعة الأسلمة للدكتورة الفاضلة نجاح الظهار في كتاب يعتبر من المراجع المهمة في الموضوع لمن أراد الاطلاع المزيد بعنوان الوثنية في ثوبها الجديد نوصي به الوثنية في ثوبها الجديد وصل الله على نبينا محمد